أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ البرية أمام شاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتاجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح وللمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها ما زالت تصطف هنا في مدينة العريش ورفح وبالطبع مليئة بالمساعدات الغذائية واللوجستية وأيضا الطبية لكن قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تمنع دخول هذه المساعدات من معبر كرم أبو سالم تتحرك هذه المساعدات من العريش ورفح متجهة إلى بوابة معبر رفح المصرية وتعبر إلى معبر كرم أبو سالم لكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات هذا يأتي بالطبع مع استمرار القصف المستمر للأماكن الآمنة في قطاع غزة وتحديدا الحصار المطبق على شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا التي يعني نالت الكثير من القصف والاستهداف للمدنيين واستهداف المستشفيات خلال 13 يوما الماضيين وأيضا الماضيين وبالإضافة أيضا لاستمرار هذا القصف الاشتباكات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية ما زالت مستمرة تسمعها من أمام بوابة معبر رفح المصرية نظر لأن هذه الاشتباكات في رفح الفلسطينية أو جنوب رفح الفلسطينية هذه هي الصورة بالطبع الخاصة بنقل المساعدات لكن المجهودات المصرية بشكل عام لا تتوقف سواء في نقل المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين أو حتى في مجهودات تجهيزات هذه المساعدات لنقلها إلى الأشقاء هذه هي الصورة ولا نعود عليكم مرة